لدى استقبال سموه لوزير التجارة واصطناعة الروسي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن تقارب روسيا مع الدول المؤثرة في القرار العالمي أو تلك التي تلعب دورا رئيسيا في المشهد الاقتصادي كدول مجلس التعاون ستكون له آثاره الإيجابية على صعيد الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية وأن أي رغبة في تنمية شاملة بالمنطقة يجب أن يتصدرها إنقاذ عملية السلام فهو الطريق الممهد لها حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى استقباله بقصر سموه في الرفاع للسيد دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والوفد المرافق على الإسراء بإنجاز ما تم الاتفاق عليه بين البحرين وروسيا على الصعيد الاقتصادي من خلال لجنة التعاون المشترك بين البلدين لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين ترحب بمضاعفة النشاط السياحي البحريني الروسي والاستفادة من خطوط الطيران المباشرة بين المنام وموسكو والتي يجب أن يتم استغلالها بشكل أكبر بما يدعم توجه البلدين للتعاون في مختلف المجالات وبخاصة السياحية كما أكد سموه أهمية الإسراع في تفعيل اتفاقية التعاون التي تربط البلدين لأسيما المتعلقة بالتعاون الأمني والعسكري والاقتصادي وغطاعات النفط والغاز والاستثمار وغيرها وعبر سموه عن تمنياته بأن يكون الاجتماع الأول للجنة الحكومية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلم والتكنولوجي بداية لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون المثمر للبلدين متمنيا سموه لأعمال الاجتماع النجاح والتوفيق في تحقيق أهدفه وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوسرة عن ارتياحه لما يشهده مسار العلاقات البحرينية الروسية من تطور مستمر قائلا سموه إننا ننظر بتفاؤن لمستقبل العلاقات الثنائية بين بلدين الصديقين في ظل المساعي المشتركة للبلدين من أجل إرساء نموذج قوي وفاعل للتعاون يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشدد سموه على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به جمهورية روسيا الاتحادية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل ما تحضبه من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على المستوى الدولي وأشهد سموه بالسياسات التي يتبناها فخامة الرئيس فلادمر بوتن رئيس جمهورية روسيا الاتحادية سياسيا واقتصاديا معربا سموه عن تطلعه إلى أن يقوم الرئيس الروسي بزيارة إلى دول المنطقة في المستقبل القريب وأكد سموه أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الصديقين لما لذلك من أثر إيجابي في تحقيق مزيد من التفاهم الذي يلب تطلعات البلدين والشعبين الصديقين وحث سموه رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين على الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية التي يمتلكها البلدان في عقد مزيد من الشركات وإقامة مشروعات تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وقد أطلع الوفد المرافق للوزير الروسي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أنشطتهم على الصعيدين العالمي والإقليمي فيما يتعلق بالفعاليات الخاصة بالتقريب من الثقافات والأديان حيث أكد سموه حرص مملكة البحرين على دعم كافة المبادرات التي تحقق التقارب بين الأديان والثقافات بما يحقق خير وصلاح الإنسانية من جانبي أعرب وزير التجارة والصناع الروسي عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوسراء على دعمه لكل ما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص بلاده بتوثيق روابط مع مملكة البحرين في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية وأكد اهتمام جمهورية روسيا الاتحادية بتفعيل الاتفاقية الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين مشيدا بما تشهد مملكة البحرين من تطور ونماء على كافة الأصعدة